اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة با مربع ناقص اب زائد بي مربع سنتستخدمها على كل كسر متطابقة تابعونا للاخير انا راح بلش حل هذا التمرين بدي اخد كل كسر لحال واحله بشكل تفصيلي لحال يعني عندي القوس التالي 1 على جزر التكعبية التسعة زائد جزر التكعبية تلاتة زائد واحد مشابه تماما للقوس اللي بالمتطابقة التكعبية القوس A مربع زائد A B زائد B مربع مشابه للمقام طيب أنا ردي أعمل كالتالي أنا من شان أشابه هاي العبارة بالمتطابقة التكعبية كاملا بدي أضرب البسط والمقام بالقوس A ناقص B من شان أحصل على المتطابقة التكعبية بالمقام القيم اللي رح أضرب فيها هي الجزر التكعبي للثلاثة ناقص واحد رح ضربت فيها البسط والمقام صار عندي المقام مطابق تماما للقوسين A ناقص B ب A مربع زائد A B زائد B مربع بس أنا دي أحول هاي العبارة لA مكأب ناقص B مكأب ورح يصير عندي الجزر التكعبية للثلاثة ناقص واحد على الجزر التكعبية للثلاثة للتكعب ناقص 1 للتكعيب وبالتالي التكعيب مع الجزر التكعيبي رح يروح رح يصير عندي الجزر التكعيبي لل3 ناقص 1 على 2 هذا الكسر الاول خلصنا منه هلأ بنجي للكسر التاني اللي هو ناقص 2 على جزر التكعيبي لل9 ناقص الجزر التكعيبي لل3 زائد 1 وهذا الكسر ايضا مشابه تماما للمطابقة A مكعب زائد B مكعب وعندي مقام هذا الكسر مشابه تماما للقوس A مربع ناقص A B زائد B مربع معناته ناقصني بالمقام القوس A زائد B يعني لأضرب البسط والمقام بقوس A زائد B حتى أحصل بالمقام على المتطابقة أو الشكل A مكعب زائد B مكعب هلأ رح أضرب البسط والمقام بقيمة الجزر التكعيبي للثلاثة زائد واحد مثل ما قلنا مشان نكمل تشبيهه للمتطابقة التكعيبية رح نحصل على الشكل ناقص 2 ضرب الجزر التكعيبي للثلاثة زائد واحد على الجزر التكعيبي للثلاثة زائد واحد مضروب الجزر التكعيبي للثلاثة ناقص جزر التكعيبي للثلاثة زائد واحد هلأ هذا المقام صار تماما مشابه للمتطابقة لنفكفك يعني A زائد B مضروب بA مربع ناقص B مربع رح حول هذا الشكل لنفكفك لA مكعب زائد B مكعب منشان أحصر على القيمة التالية الجزر التكعيبي للثلاثة زائد واحد على الجزر التكعيبي للثلاثة للتكعيب زائد واحد للتكعيب الآن المقام صار عندي جاهز سيصير عندي ثلاثة زائد واحد يسيق أربع يعني صار عندي الكسر جزر التكعيبي للثلاثة زائد واحد على أربع صار عندي الجزر التكعيبي للثلاثة ناقص واحد على اثنين ناقص اثنين ضرب الجزر التكعيبي للثلاثة زائد واحد على أربع الآن الاثنين بتروح مع الأربع رح يصفي عندي الجزر التكعيبي للثلاثة ناقص واحد على اثنين ناقص الجزر التكعيبي للثلاثة زائد واحد على اثنين وبعد ما جمعت وطرحت رح يصير عندي الناتج ناقص اثنين على اثنين ويساوي ناقص واحد اثنين ا ضرب جزر ال ا زائد ستاش يساعد تسعة ا وفقا للمعطى اوجد قيمة الصيغة التالية ا زائد اربعة على ا هذا النعم التمارين الطلاب كتير بتوقف عنده لانه عندي تنين ا ضرب الجزر ال ا هو المسبب المشكلة التالية الطلابات بتشوف الجزر بدا تربع بس عند التربية عم تتلخبط الصيغة اكتر بكتير بهيك نوع التمارين انا ما لازم اربع انا لازم اوصل للصيغة اللي معطية مثلا بطرح قيمة او ضرب قيمة هلا رح نشوف الحل مع بعض انا بنوع هيك من التمارين بدي اطلع على المضاعفات مثلا الاثنين ا الستاش التسعة بدافك فيك فيهم اطرح منهم ازيد منهم يعني مثلا انا هلا بدي اكتب التسعة ا هي تمانة ا زائد ا في حال نقلت ال ا للطرف التاني وستاشة الطرف التاني الطالعة عامل مشترك ا رحس عند اتنين جزر ا ناقص واحد يساوي تمانة ب ا ناقص اتنين وما رح اقدر اختصر شي ولا استفاد شي معناته بدي احول تمانة ا للطرف التاني وستاشة للطرف التاني بهاي الحالة رح يصير عندي وصار في عندي اختصارات حاليا رح اختصر جزر ا ناقص اربع مع جزر ا ناقص اربع رح يصفي عندي ثنين ا يساوي جزر ا زاد اربع يعني هو بده ا زاد اربع على ا بدي احاول اسايا هاي الصيغة عاليا بدي قسم طرفين موادراء على ثنين جزر ا رح سيجي عندي بسوية اختصارات مليون وصار تاتين بتروح جزر ال ا مع جزر ا لاربع مع ثنين بتروح ورح يصفي عندي A على جزر A يساوي 1 على 2 زائد 2 على الجزر التربيعي لـ A سأكتب A على جزر A هي جزر A لأنه إذا ضربت من مرافق ستذهب إلى A مع A سأحصل عندي جزر A يساينص زائد 2 على جزر A سأحول 2 على جزر A للطرف الثاني سأحصل عندي جزر A ناقص 2 على جزر A يساينص بربع الطرفين منشان أوصل للصيغة تبعي سأحصل معي A زائد 4 على A ناقص 4 يساينص 1 على 4 وبالتالي A زائد 4 على A يساينص 17 على 4 التمرين حلو كتير وصار موجود بأغلب الكتب بس أنا هلأ رحل التمرين تاني منشان تترسخ الفكرة عندكم التمرين التالي يعني شوي خربط أكتر من التمرين الأول دعنا نقرأ X ناقص 18 جزر 2 X على X يساينص 17 بده X ناقص 2 جزر 2 X بده هاي القيمة شون اللاقية رحلو بدفس الطريقة بس بشكل أسرع كونه انه صار عندكم الفكرة الحل حاليا أنا بدي أساوي السبتعاش هي دفك فكرة وبدي أساويها عبارة عن 9 زائد 8 طب انتو عبت قولوا لحالك انه شون بسرع هيك بدي أفك فكرة وشون بدي أعرف حل التمرين حل كذا تمرين على نفس المبدأ رح يصير عندك بعض نظر بحل التمرين يعني رح تصير عندك شغلة عادية حاليا رح أنقل 8 للطرف الثاني و 18 جزر 2 X على X للطرف الثاني رح يصير عندك X ناقص 8 يساوي 9 X زائد 18 جزر 2 X على X طبعا بما هو حد المقامات حاليا هاي القيمة بدي أضربها بX منشان تروح X مع X يعني من مقام ويصير عندك الطرف 2 X مربع ناقص 8 X حاليا بطالع من طرف اليمين 9 عام المشترك رح يصير معي تصعب بX زائد 2 جزر 2 X و رح حول X مربع ناقص 8 X عبارة عن جداء قوس 2 X ناقص 2 جزر 2 X مضروب بX زائد 2 جزر 2 X يساوي 9 بX زائد 2 جزر 2 X رح يروح القوس مع القوس ويصفي عندي X ناقص 2 جزر 2 X يساوي 9 هذا النموذج من الأسئلة ما له صعب بس بده ممارسة مشان تعرف بسرعة انه مثلا دق فكفك هاي بدي احولها مثلا الـ 17 9 زائد 8 بدي احول هالقوسين يعني الشغلة بس بده ممارسة تمرين غير مألوف من نوعه عم يقولنا انه الجزر التكعيب إلى X ناقص الجزر التكعيب إلى X ناقص 9 سايلة 3 وفقا للمعادلة التي في الآلة اوجد قيمة الصيغة X زائد 8 على X حاليا انا رح اوصل فكرته بس قبل ما تشوف الحل وقف الفيديو وحلله لحالك اذا ما نحل رجع في شاهد الفيديو مش هتترسخ عندك الفكرة حاليا بهيك نوع التمارين صعب اني اكعب لانه رح يصي عندي مكعب الاول ناقص مكعب التاني وناقص اضافي ثلاث اضافي الاول بالتاني بالمربع رح يصير خربطة جدا بين الجزور ولا التربيع ولا التكعيب رح يفيدنا طيب هذا التمارين بده ينحل على الشكل التالي انا بدي افرض اي جزائد بي زائد سي سي صفر هيك فرضية من عندي وبيدي اشتغل على هالفرضية نقلت السي للطرف التاني صار عندي اي زائد بي سي ناقص سي رح كعب الطرفين عندي مكعب الاول اي مكعب زائد بي مكعب زائد ثلاثة اي مربع ضرب بي زائد ثلاثة بي مربع ضرب اي يساوي ضناقص سي مكعب هلأ بطالة من هذا القوس ثلاثة اي بي عامل مشترك رح سمعي ا مكعب زائد مكعب زائد ثلاثة اي بي مضروب بي اي زائد بي يساوي ناقص سي مكعب محل هلأ محل ال اي زائد بي بالقوسين بدي اكتب اي زائد بي يساوي ناقص سي فرح اكتب محله ناقص سي ورح اصير عندي اي مكعب زائد بي مكعب زائد ثلاث اي بي سي يساوي ناقص سي مكعب بنقل ناقص سي مكعب للطرف التاني vous ٣زائد بي مكعب زائد بي مكعب صبي ثلاثة اي بي سي هلأ هون بسيغطنا لو نقلنا الثلاثة للطرف التاني ستصبح الجزر التكعيبي لx زائد الجزر التكعيبي لتسعة ناقص x ناقص ثلاثة طبعا دخلت السالبة لجوه صار عندي موجب وهلا رح اشتغل على الاساس a زائد b زائد c ليس لصفر ورح اصبح عندي a مكاب زائد b مكاب زائد c مكاب زائد 3 a b c اللي رح اشتغل على القانون اللي عملناه طبعا الناقص ثلاثة كتابته زائد ناقص ثلاثة بين قوسين يعني 찾아م لديا جبال يزر ندخل ناقص عشان تشبه به اي زائد b زائد c صفر بعد ما اكبناه رح يصدي معنا x زائد 9 !x نقص 27 إساوى ثلاثة ضرب ناقص ثلاثة بجزر التكعيبي لطبع ضرب الجزر التكعيبي لطبع الثالله اليس لن at & 9 يعني رح أصدي معنا ناقص ثمنتاش يساوي ناقص ثلاثة ضرب ثلاثة ٧ بالجزر التكعيبي لطبع الثالله اليس ناقص ثلاثة ضرب الجزر التكعيبي لتسعة ناقصедь الاثنين سوف يساوي الجزر التكعيب الى 9x-x مكعب طبعاً دخلت الـ x من الجزر الثاني سوف يقعب الطرفين سوف يساوي 9x-x مربع 8x مربع الطرف الثاني سوف يصير معي 8x-x مربع ومنه سوف يقسم الطرفين على x سوف يصير معي 8x-x يساوي للتسعة وهو المطلوب بتمنىكم كل التوفيق يا رب ان شاء الله تكونوا استفدتم من هاي الفكرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته